بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السابعة مثال 2 توفرت إليك البيانات التالية عن أحد الأقصام الانتاجية علما بأن السياسة المنشأة تقضي بتحديد سعر التحويل على أساس التكلفة المعيارية مضاف إليها أو بالإضافة إلى 20% من قيمة المبعاد كربح مستهدف البيانات المعطى بديني بيانات عن التكلفة الفعالية وبيانات عن التكلفة المعيارية وحدات الإنتاج 10,000 طبعا دي وحدة ودي بقى فلوس مصاريف التصنيع 98,800 ريال ودي 80,000 ريال مصاريف التجهيل 30,000 ريال 20,000 ريال هنا في رأس السؤال حدد النساء ريت تحويل على أساس التكلفة المعيارية بروح هنا بس يبقى أنا بشتغل على مجموعة دول بس اللي هم كان 100,000 اللي هي 80,000 زيادة لـ 20,000 ودي كانها مش موجودة دي كانها ايه مش موجودة لان ما طلبهاش المطلوب تحديد سائر التحويل بفرض تحويل كل وحدات الانتاج داخلي اتنين تحديد سائر التحويل بفرض أن القسم يبقى 20% من الانتاج وخارج المنشأة بسائر 16.5 ريال للوحدة الحل رقم واحد تحديد سائر التحويل بفرض تحويل كل وحدات الانتاج داخلي هنجيب حاجة اسمها قيمة المبيعات 20,000 مجموحة 100,000 زائد 20% من قاف 20% قاف يبقى قاف تساوي 100,000 زائد 20% قاف هنقل بقى القافات في طرف يبقى القاف ناقص دي بالموجة بتروح الناحية تاني بالايه؟ بالسالب يبقى قاف ناقص 20% قاف تساوي 100,000 اصف فيها؟ طبعا قاف دي يعني ايه؟ معاملها واحد صحيح يبقى 1 ناقص 20% بـ 80 من مية قاف تساوي 100,000 يبقى القاف تساوي أقسم 100,000 على 80 من مية تطلع 125,000 يبقى ده سعر التحويل الكل الإجمالي لو الانتاج كله هيتحول طب نصيب الوحدة كام؟ سعر التحويل للوحدة أرقسم على 10,000 وحدة اللي هي معطى في الجدول السابق يطلع 12.5 ريال للوحدة في المطلوب الثاني تحديد سعر التحويل بفرض ان القسم يبيع 20% من انتاجه خارج المنشئة بسعر 16.5 ريال للوحدة بنجيب الجزء الاولاني كما في السابق هجيب قاف كما جبناه قبل كده اللي هي ايه؟ نفس الخطوات قاف طلعت كام؟ 125,000 ريال طب القاف ده هنستقدي سعر التحويل لو كله داخلي نستبعد منها لـ 20% اللي هتتحول فين؟ للخارج هتتباع للخارج يبقى نبدأ من رسمة ديش انت فاهمنا؟ أنا عندي المركز البايع بينتج 10,000 وحدة دي من المعطيات طب بيحول للسوق الخارجي كام؟ بيبيع 20% من انتاجه خارج المنشئة بسعر كام؟ 16.5 ريال يبقى لو يتباع خارجي كام؟ 2000 جات منين؟ الى 10,000 كلهم في 20% اللي هي البيع للسوق الخارجي يبقى فيه 2000 وحدة هتتباع بره؟ طب يبقى البايع بقى هيتباع للمركز المشتري تحويل الباقي اللي هو باقي باقي 20% باقي 20% 80% ده هيتحول لقسم داخلي طب كميتهم كام؟ أضرب 10,000 في 8% يبقى كام؟ 8,000 يبقى كامل 10,000 يتباع في السوق الخارجي و 8,000 تتحول داخلي طيب الإرادة المحقق من البيع الداخلي الإرادة الكلية 125,000 شل منه الإرادة المحقق من البيع الخارجي اللي هم الالفين اللي اتباعوا بره يبقى الـ 125,000 دي ناقص الـ 2000 اللي هتتباع بره في 16.5% سعر بيع الوحدة معطى طيب يبقى 125,000 ناقص الـ 33,000 اللي هي حاصل ضرب الـ 2000 في 16.5% يتبقى 92,000 ده الإرادة المحقق من البيع الداخلي التحويل الداخلي قسمه على عدد الوحدات اللي هتتحول داخلي ما تقسمش على 10,000 كلهم لأن 10,000 فيه 2000 اتباعوا في السوق الخارجي يبقى كامل 8,000 يبقى أسمع على 8,000 يبقى ده سعر التحويل للوحدة 11.5% ترجمة نانسي قنقر